الحمض النووي DNA DNA من أكثر الجزائيات البيولوجية المشهورة في تكوين الكائنات الحية باختلاف أنواعها حيث تحتوي كل خلية في الجسم على DNA والتي تميزك عن غيرك من الكائنات الحية فيما عدا بعض الفيروسات والتي تكون المادة الوراثية فيها هي RNA فهل تعلم ما هو DNA وما هي وظيفته وما هو التركيب الكيميائي له؟ DNA ووظائفه يوجد الحمض النووي في جميع خلايا الجسم داخل الخلية والذي يشكل الكروموسومات فتحتوي الكائنات الحية على عدد معين ثابت من الكروموسومات الخاصة بكل نوع وينطبق ذلك على الحيوانات والنباتات والإنسان فعلى سبيل المثال تحتوي خلايا جسم الإنسان على 46 كروموسوماً موجودة على هيئة 23 زوجاً أما في حيوان الفيل فتوجد على هيئة 28 زوجاً من الكروموسومات في حين وجود 9 أزواج فقط من الكروموسومات في نبات الجزر أما بالنسبة لوظائفه الأساسية فتتمثل فيما يلي بداخل كل سلسلة من الحمض النووي توجد مجموعة من التعليمات تسمى بالجينات وهذه الجينات تخبر الخلية بكيفية صنع البروتينات الهامة لأداء وظيفة محددة في النمو وفي البقاء على قيد الحياة إلا أنه تبقى الوظيفة الأساسية الأخرى للحمض النووي وهي نقل الجينات الوراثية الحاملة للصفات الخلقية والجسمية للكائنات الحية من الآباء إلى الأبناء فتنقل نصف هذه الجينات من الأب ونصف الثاني من الأم مكونة مجموعة من الصفات التي قد تشترك مع أحد الوالدين أو كلاهما مثل لون العينين، لون الشعر، الطول، لون البشرة وغيرها التركيب الكيميائي لـ DNA DNA هو اختصار للحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسوجين ويتألف من سلسلتين من النيوكليوتيدات التي تلتفان حول بعضهما البعض على شكل حلزوني يتكون النيوكليوتيد من الفوسفات والسكر الخماسي والقاعدة الهيدروجينية حيث يرتبط السكر مع الفوسفات بروابط تساهمية قوية لتكوين الهيكل الخارجي للحمض أما القاعدة الهيدروجينية فيوجد منها أربعة أنواع وهي أدنين، ثايمين، سيتوسين، واجوانين والتي عادة ما يتم اختصار أسمائها بالحروف الأولى منها ATCG وترتبط كل قاعدتين معا بروابط هيدروجينية ضعيفة لتكوين درجات السلم فنلاحظ ارتباط الأدنين مع الثايمين برابطتين هيدروجينيتين في حين يرتبط السيتوسين مع القوانين بثلاث روابط هيدروجينية وبذلك يتكون اللولب المزدوج ترجمة نانسي قنقر